بدأت الأجازات وكتير مننا بدأ في البحث عن دورات تدريبية للأطفال سواء كانت فنية أو موسيقية أو رياضية لكن يمكن فيه كتير ما عرفوش أن المتاحف المصرية كمان بتنظم فعاليات وأنشطة معدة خصيصا للأطفال يمكن بس أنت في الوقت ده تحديدا فكرة البحث عن العلم والمعرفة بيكون أكثر من أي دورة تدريبية بتهدف في النهاية إلى لا شيء لكن عشان كده بنلاقي أن في وجود نشاط للتعريف بالتاريخ والتعريف أيضا بالحضارة والهوية المصرية العريقة بقى ضرورة في ظل وجود محاولات لتشويه التاريخ وتمسو الهوية خلونا تعرف أكثر عن تفاصيل الأنشطة دي من دكتورة رشا كمان مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار اللي بنورانا في الستوديو صباح خير يا دكتور صباح الفول أهلا زي حضرتك يا فاند الحمد لله يعني إحنا دايما متعودين أن إحنا بندرس عن تاريخنا الفرعوني بالذات في يمكن أولى سنوي أو أنا يعني درست في أولى سنوي حلو أن إحنا نبتدي مع سننا أصغر شوية نعلمهم يمكن ببساطة أكتر عن تاريخنا ونبتدي معهم بالتاريخ الفرعوني كلمين عن الأنشطة دي أكتر يا فاند طبعا أنا أتذكر مثلا لما كنا صغيرين وكنا بروح المتحف في زيارات مدرسية كل إحنا فاكرين أنه كان مكان واسع فيه تمثيل كتير بس أي خبرة اكتسبناها أو معلومات أو مغزوم بصري ما فيش فدي مشكلة دلوقتي هي فكرة إزاي أقدر أدرس التاريخ بس بشكل شيء وفي تجربة كده تبع التعليم المتطور بحيث أن الطفل نفسه هو اللي يبتدي يستنتج المعلومات وهو اللي يكتشفها بنفسه ما يبقاش فكرة التلقين تلقين المعلومات لكن بساعد على أن يكون ضمن البرنامج فكرة حل المشكلات طبعا ابتدينا بمشروع ربط المناهج الدراسية زي ما أخبرك نوهت وده مشروع مهم جدا يمكن يتبادر على الأزهام أنه ربط المناهج الدراسية هو ربط مادة التاريخ بالمتاحف أو بالزيارات للمناطق الأسرية بس عايز أقولك أنه إحنا كمان ممكن نربط أي حاجة في الدنيا ساينس، ماس، عايز أدرس جرامر في الإنجليش أنه هما كان عندهم أكيد طفرة كبيرة ومعارفة كبيرة بالعلوم لو هتكلم عن علوم النجوم مثلا أو حتى طب الأسنان أو غيره أو غيره أو غيره بالزبط، يعني مثلا زي نظرية الطفو وصناعة المراكب الروافع مثلا وزي أتكلم عن الأهرامات لو هدرس مثلا أتكلم في نظريات فيزياء أتكلم في نظريات فيزياء لو أتكلم مثلا عن جرامر في الإنجليش فإنه ممكن مثلا عندي مائدة القرابين مائدة القرابين كان بيحط عليها المتوافي الأطعيمة بتاعته فهنا أنا عندي حاجات كاونت وحاجات أنكاونت حاجات تعد وحاجات لا تعد فلما طفل ياخد شيط، إيه بياخد سم وإيه بياخد إني؟ ويبتدي نوع يحل الشيط أنا خدمته في المنهج بتاعه وفي نفس الوقت نبتدي وقت نتكلم في الحتة أو في الجزء الخاص بالتاريخ طب المصر القرابين ليه كان بيمثل مائدة قرابين وبيحط عليها الأطعيمة وبعدين نرجع ثاني نتكلم في صحي ومفيد لو أنت رجعت بكل مقتنية العصر أيام زمان طب إيه الأطعامة اللي أنت تحب أن أنت تخطعها؟ وإيه الصحي وإيه المفيد وإيه الأطعامة المفيدة للمصر القرابين كان إيه بيأكلها؟ ففكرة أنك إزاي نخطف الناس سواء الأطفال أو شريح العمرية المختلفة على حسب تخصصاتهم من حيث اهتمامتهم أخاطبهم من حيث اهتمامتهم في جولة تكون شيقة إيه المختلف أو الجديد بقى اللي قمتم بتقديمه السنة دي تحديداً لبرنامج أنشطة الطفل؟ فيه برنامج جديد جداً ده لسه بنجهزه رحت زورت مدحف المركبات طبعاً بتعاون مع فريق العمل موجود في المتحف طبعاً متحف المركبات الملكية كلنا عارفين فبتديت أبص كده لقيت اللوحات بتاعة الأسرة العلوية كلها مبهرة فيه لوحة مهمة جداً بس يعني وشوارد حقاً؟ خطوة الزمن يعني ظهرت عليها فبتدت ألوانها تبقى خافتة جداً الترميم بزل مجهود كبير جداً علشان تبتدي إبنها إيه تظهر بس لما بندخل القاعة هنلاقي كل الألوان بتاعة اللوحات زهية ودي أقلهم شوية مع إنها أهمهم طب اللوحة دي عبارة عن إيه؟ اللوحة دي عبارة عن محمد علي باشا بيمتضي الجواد بتاعه وهو في جسم رشيق غير معتدنة وهو قاعد وجسمه مليان شوية وفيه معركة دايرة تحت المنطقة بقى المتصورة هي ترى هي فين؟ هنا بقى طب أنا ماجي أشرح اللوحة دي هل ينفع إن أنا أشتغل على اللوحة دي بس كبرنامج؟ أو ممكن أعمل جولة عامة والولاد يعودوا جنب اللوحة دي فقط ونبتدي بقى طبعين صور كتير للمستشركين اللي رسموا مدينة إسكندرية واللي رسموا رشيد لأنه هل اللوحة في رشيد ولا في الإسكندرية؟ فهنا الاستنتاج بتاع الولاد هو اللي هيجاوب على ده على السؤال ده لأنه عندي مثلا ظاهر مساجد كتير منها جامع زغلول مسجد أبو مندور فهي رشيد فده رقم واحد رقم اتنين يبتدوا الولاد يشوفوا مشهد مشهد من المشاهد الموجودة ويبتدوا أنهم يحقوا لي إيه اللي هما شايفينه في المشاهد لأن اللوحة طبعا فيها مشاهد كتير إيه اللي شايلين حد على عشان يسعفوه الحصان اللي بيقع وحد بيموت بعد كده هنجيب اللبس الأزرق واللبس الأحمر وهل دولة اللي كانوا موجودين اللي طبعا فيه مصريين موجودين فطيب الجنود التانيين الموجودين لابسين لون مختلف هم لونهم أزرق ولا أحمر عشان نبتدي نقول هل ده جيش فرنسا ولا أنجلترا اللي متمثل في اللوحة نيجي بعد كده لأصوات اللوحة نفسها طبعا فيه تولز ممكن نستخدمها نسمع بيها أصوات إيه بقى لإيه الأدوات دي زي إيه؟ وفيه حاجات هتبقى أوديو هقولك زي إيه؟ يعني مثلا على سبيل مثال جبت حاجة كده في خانة الخليل عبارة عن صمار مفرغة دي حاجة بيعزفوا بيها أداة موسيقية أفريقية حاجة إقاعية فدي بتحركيها كده تسمعي صوت المياه ده رقم واحد كنتم بتعيشوا اللوحة كأنها حقيقية بتصدرات كنا نجيب بلونات ونحط فيها خرز وتتقفل ونعمل صوت كده فالخرز يخبط فبعض ويعني صوت رعد الحسينة مثلا؟ يعني صوت رعد ممكن صوت السيوف وهي بتتسل فنسمع الولاد أوديو مثلا يبقى متسجل يسمعه صوت السيوف كل صوت لوحده صوت الحسينة صهيل بتاع الحسينة أنتو بتبتدوا من سن كام يا دكتور؟ أنتو يعني كلام ده لذيذي قوي عجبني قوي المشكلة صغيرة أنه قبل يعني بسانت فكت تجي تحضر يفعي يجي أطفال معيكم أيها طبعا نيجي نلعب قبل 2016 طبعا إحنا دايما إيه؟ قبل ما بنصم بأي برنامج نبص إيه المشكلة اللي عندنا اللي إحنا عايزين نتخطها من خلال البرنامج يعني بتبقاش مجرد جولة بس لازم بتواجهني المشكلة في هدف آه فقبل 2016 أتذكر أنه كان من ضمن المشاكل أنه فيه فئة مهمشة هي فئة من ثلاث سنين لخمس سنين طب يبتدين نفكر بقى في الفئة دي طب إحنا ليه المتاحف المصرية ما بتستهدفه ما بتستهدفهاش عشان طلباتهم كتير طب خلص إحنا نكلم الشركة الموجودة للنظافة أو كده يكون فيه حد من الكير سيرفز معانا موجود بشكل مستمر هي دي اللي هتبتدي إيه تشوف طلباتهم طيب حاجة تانية احتياجات الأم إيه احتياجات الأم إنها تودي حضنة حضنة دي تكون رخيصة وأنا عندي كل البرامج المجانية في المتاحف الأنشطة بتاعت وفي نفس الوقت عايزة أتعلم ألفة بتك طيب من هنا بقى طيب أقدر أنا أصمم برنامج للأطفال اللي سنهم صغير اللي مش هيقدروا يلفوا كتير في المتاحف ابتدأت تصميمه عمبارة عن إيه عنشتات A capital A small A anubis يلا نطلع نسمع حدوتة anubis طيطلعوا يسمعوا قصة F capital F small يلا نشوف الأسماك اللي المصري القديم موجودة عنده ونبتدي نتعرف على نوعين ثلاثة وبعدين ينزلوا يعملوا ايه اكتيفتي قص و لازق راس متالوين حاجات شبه كده بس فهنا أنا ابتديت أحط الأساسيات فكرة العلم بالمحاكاة آه بعد شوية نكحة الفكرة فبقينا بنتكلم في مبادئ اللغة الفرنسية مبادئ اللغة الألمانية وبقى برنامج دائم داخل المتاحف المصري عندي مثلا مشكلة تانية مثلا إنه دايما اللي بيزور المتاحف المصري آآ بتعملهم التور خاصة آآ بالمصري الأديب نعم لكن الجزء اليوناني الروماني بيبقى مهمش فيش برامج شغالة على اليوناني الروماني فبتدتنا نفكر طب ليه اليوناني الروماني لأ أولا أسميها صعبة قوي وكلها أساطير وداخل فيها جانب دياني جانب خاص بالديانة وداخل فيها آآ حاجات تانية ضد ثقافتنا شوية طب احنا ممكن نتكلم عن البرنامج ده ازاي فكان سيناريو القصة ايه فيه كيوبيت الولاد بيجوا يدوروا هو موجود فين في التماثيل ديت فبيكتشفوا ان هو مستخبي وراء أفروديت في جزء كده في ظهر تمثال من التماثيل الموجود فبنقولهم ان كيوبيت كل يوم هيرمي سهمة على قطعة من القطع هنبتدي نركز في تفاصيلها من خلال شتاب بياخدها الولاد طبعا البرنامج كان اسمه ملامح الفن في العصر اليوناني الروماني فيبتدي الطفل يتحول لنقض فن نبتدي نشوف سمات النحت في الفترة اليونانية وفي الفترة الرومانية بس انتوا بتشوفوا الاطفال دول مهتمين بالرسم ولا لا مثلا خالص لان فيه اكتيفتي تانية كتير يعني على سبيل المثال جبنا اقمشة وابتدى كل طفل يلفها زي ما كان بيلفه الروماني ويبتدي يقف جانب التمثال نبتدي يعملوا اكتيفتي قص ورق شجر ولوة زي ورق الغار ويبتدي يلبس التجان ديت وابتدينا كمان نتكلم على البرتريهات بتاعة الفيوم ان البرتريه هو مش الرسم لما لمحنا العادية عندينه مناخيره وكده لا ده هو بيعبر عن انطبعات داخلية فابتدى ان هو يحس الطفل نفس احساس الشخص يقول لي لا لا ده شكله شخصيته قوية ده شكله طيب ده شكله حزين فكانت هو كان كورس قعد معنا اسبوعين بس الولاد تتبسطوا لدرجة تتحولوا خلاص لأصدقاء ده دكتور ما يتعممش في المدارس يعني ليه ما يبقاش فيه تعميم وشراكة مع وزارة التربية والتعليم مثلا هو بالفعل فيه شراكة مع وزارة التربية والتعليم يعني هتلاقي مثلا ايه على سبيل المثال مشروع ربط المناجد الدراسية ده احنا قمنا بتدريب 300 مدرس بالتعاون مع الجماعة العامة للمعاهد القومية في المجالات المختلفة ازاي يقدر ان هو يقوم بربط المناجد الدراسية وعملنا له مرش عمل وازاي ان هما يقدروا يساعدوا فيه كمان غير البرامج اللي بتكون داخل المتحف فيه برامج بتبقى قوي تريش جوه المدرسة يعني انا بروح في المدرسة نفسها وبنمتزي ان احنا نشتغل فيها يعني على سبيل المثال لفت موزا المدرسة هي اللي تجيلكم يعني المدرسة هي اللي تروح للمتحف المدرسة هي اللي تنزل المعبد هي اللي تنزل تشوف المنطقة الاثرية المحددة لان ده بيبقى مرتبط بصورة مباشرة بالعلاقة الذهنية اللي بتكون موجودة عند التلميذ وهو لسا صغير وبيترك اثر ايجابي دايما كل البرامج الخاصة بنا احنا بنعلن عنها وكلمنا كذا مرة برضو في انه المدرس لما تيجي تتواصل بس يقيمة مع صفحة اي مدحف يقيمة مع العلاقات العامة الموجودة في المدحف علشان يتعمل لهم زيارة ممنهجة لانه طبعا فكرة ان يتعمل اكتيفتي بعد الجولة الارشادية لازم بقى حاجزة ده لان طبعا ايه القاعة مش هتساع عدد كبير لكن المتاحف كلها عندها مشروع جديد اسمه اصدقاء المتحف كل متحف فيه اصدقاء المتحف هما دول طلبة كليات الاثار واداب تاريخ وكده بتقوم بتدربهم بحيث انهما كمان يساعدوا في الجولات الارشادية فهما اللي بيستقبلوا الزوار سواء الاسر او المدارس بحيث انها يقوموا بالشرح اليوم يعني في الحقيقة احنا بنشكر حضرتك دكتورة راشا كمان مدير ادارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمع بوزارة السياحة والاثار شكرا لك وبنشجع كل الاباء والامهات ان هما يشتركوا في هذه الدورات والفعاليات لان فعلا مهمة جدا مهم ان احنا ندرس الهوية المصرية لاطفالنا من سن صغير ويبتدوا انهم يتعرفوا على اجدادهم وتاريخ بلدهم مننا يعني ما ياخدوش ده من افلام او من مسلسلات او من اي حاجة تانية خارجية من مستشرقين يعني لكن ياخدوه من هنا فبنشكرك مرة تانية ترجمة نانسي قنقر